ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتصبح الأجواء لطيفة نهار يوم الجمعة بمشيئة الله مع رياح شرقية نشطة يوم السبت وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم من المتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاحها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا يكون هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يوم الجمعة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام من 2 إلى 4 درجات مئوية لتكون الأجواء مائلة إلى أن تكون لطيفة في باقي مناطق المملكة وأن تكون مائلة إلى الدفء في مناطق البحر الميت والعقبة والأغوار وتوالي أيضا ارتفاحها يوم السبت لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 5 إلى 7 درجات مئوية خلال ساعات النهار أما فيما يخص الرياح فمن المتوقع أن يكون هناك بداية للرياح جنوبية شرقية خلال ساعات ما بعد ظهر يوم السبت بمشيئة لا تنشط أحيانا في هذه الليلة اجواء صافية في العاصمة عمان تصل إلى 7 درجات الدرجات الحرارة وسرعة الرياح تصل إلى 10 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان كما ذكرنا سابقا بداية ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة 17 نهارا لتصل إلى 20 يوم السبت والأحد أيضا درجات الحرارة الليلية ارتفاعات بسيطة وتفاوتات بسيطة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية خلال الثلاثة أيام القادمة ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربل 21 إلى 13 أجواء مشمسة في المفرق 21 إلى 11 جرش 21 إلى 11 أيضا في عجلون من 19 إلى 12 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى في عمان 17 إلى 11 في الزرقاء 21 إلى 12 في البلقاء 18 إلى 12 درجة مادبة 17 إلى 11 أجواء مائلة للدفع في البحر الميت من 25 إلى 18 درجة مئوية في ساعات المساء وننتقل إلى المناطق الجنوبية من الكرك 18 إلى 11 درجة في الطفيلة 16 إلى 11 في معان 19 إلى 9 درجات في جبال الشراء 14 إلى 9 وفي العقبة أجواء رائعة 27 إلى 18 درجة مئوية في ساعات المساء رويشد 23 إلى 9 في الصفاوي 22 إلى 11 وفي الأزرق من 23 إلى 11 درجة مئوية نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة في حال أردتم أن نزيدنا المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرض دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر